وينضم إلينا مراسل الغد من القاهرة كريم الشيخ ومن الخرطوم عفراء فتح الرحمن إذن عفراء السودان يستبق جولة الغد بالتمسك برعاية دولية رباعية ضعينا في التفاصيل نعم هبا مساء الخير أصدرت الخارجية السودانية اليوم بيانا مقتضبا كما تفضلت أبرز ما جاء فيه أنه سيسافر غدا الأحدى بإذن الله إلى العاصمة الكنغولية كنشاسع ومعلوم أن الكنغو هي الرئيسة الحالية للاتحاد الأفريقي لهذه الدورة وسيكون في هذا الوفد وزيرة الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي ووزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس وهذا البيان المقتضب حدد نقطة واحدة وهي أن السودان سيناقش آلية التفاوض ومسارات التفاوض وسيناقش أيضا الدعوة التي دعا لها وصادقت عليها مصر بأن تكون هناك وساطة ربعية مكونة من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومعلوم أن السودان قال على لسان وزيرة الخارجية السودانية إن الملء الأحادي الذي حددته أثيوبية في يوليو القادم وبين قوسين معلوم أن أثيوبية استعدت إلى هذا الملء بإزالة العديد من الغابات الأثيوبية حتى تتسع المياه لبحيرة السد في ملئها الثاني قال الدكتورة مريم صادق المهدي إن هذا الملء إذا تم من جانب أحادي فهو يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي السوداني وكذلك تحدث وزير الري والموارد المائية السوداني بروفوسور ياسر عباس أن الملء من جانب أحادي يشكل خطرا على حياة ومصالع 20 مليون سوداني يقتنون على ضفاف النيل الأزرق إذن السودان يصر على الحفاظ على حقوقه وفي ذات الوقت هو يصر أن تأخذ أثيوبية حقوقها ولكن دون أن تحتدي على حقوق دولة الممر وكذلك دولة المصب في هذا الإطار تحديدا تحدث بروفوسور ياسر عباس أن أثيوبية إذا لم تتبادل المعلومات من جهة وإذا لم تتحدث عن الملء والتشغيل لا سيما في فصل الجفاف فإن ذلك سيهدد العديد من السدود السودانية ومن أبرزها سد الروسيرس الذي يبعد فقط عن سد النهضة 15 كيلو متر طيب عفراء إذن في ظل المضي في المسار التفاوضي كيف تؤمن السودان نفسها من مخاطر الملء الثاني الذي تصر عليه إذا ما استمرت في إصرارها إثيوبيا من خلال إعلاناتها المتعددة نعم هيبة معلوم أن وزارة ترري والموارد المائية أصدرت بيانا لكل الخزانات والسدود السودانية بتقنين استخدام المياه لا سيما خزان الروسيرس الذي وضعته كخطة احتياطية إذا تم ملء سد النهضة يتم إرسال المياه عن طريق خزان الروسيرس إلى جبل أولياء إلى سد مروي كذلك قامت وزارة الري والموارد المائية بتغيير جدولة ملء وتشغيل الخزانات معلوم أن خزان جبل أولياء الذي أنشئ منذ العام سبعة وثلاثين تسعمائة وألف كان يملأ بحيرة الست تحديدا في شهر يونيو الآن أصبح في شهر يوليو الآن أصبح يملأ في شهر يونيو حتى يبتعد قليلا من سد النهضة ويضع القليل من المياه أنا أصر على كلمة القليل من المياه لأن الخزانات والسدود في السودان ليست ذات سعات عالية لا للتوليد القهربائي ولا حتى لتخزين المياه بسعات عالية لكن على العموم هي تحاول أن تملأ خزان جبل الأولياء قبل 15 يوم من ملء سد النهضة وكان هذا الخزان يملأ في شهر الآن أصبح يملأ في 45 يوما تحاول وزارة الري والموارد المائية أن توظف الإمكانيات المائية المتاحة في السودان وأن تعمل على الدفاع وفقا للقوانين والمواثيق الدولية وتوسعت كذلك مظلة التفاوض طيب ابقي معي عفراء إذا سمحتي أنتقل إلى القاهرة وكريم الشيخ مرسلنا من هناك ما هو الموقف المصري تجاه اجتماع الغد في الكونغو بحسب البيانة صادر عن وزارة الخارجية المصرية قبل قليل هذا البيان يؤكد على أن مصر ستذهب أو وزير الخارجية المصري في طريقه الآن إلى كنشاسا العاصمة الكونغولية من أجل نقطة واحدة وهي التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لجميع الأطراف في هذه القضية هذه القضية بالنسبة لمصر تمثل خطرا كبيرا على الحصة المائية وبالتالي مصر لديها مخاوف من النقاط المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة وعلى هذا الأمر كانت هناك عدد من الخطوات الاتفاقية طوال السنوات الماضية ولم تتوصل مصر إلى أي من هذه الاتفاقات وكانت مصر دائما ما تؤكد على أنها ملتزمة بالمصار التفاودي في هذا الأمر ولزلت حتى هذه الأثناء وبعد الدعوة من قبل الكونغو بصفتها رئيسة لتحاد الأفريقي لهذا العام فإنها تصل إلى وزارة الخارجية أو وزيرة الخارجية المصري يصل إلى العاصمة الكونغو قبل أن تبدأ الاجتماعات الاجتماعات ستستمر لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم غد السبت وسيكون يوم الغد على مستوى الخبراء قبل أن تنطلق الاجتماعات بين الوزراء يوم الأحد المقبل ومصر تترقب نتائج هذه الاجتماعات خصوصا أن الرئيس المصري كانت له تصرحات للمرة الأولى وصفها البعض بشديدة اللهجة يوم الثلاثاء الماضي حول نعم هنا السؤال الكريم كيف ينظر المراقبون إلى خيارات مصر خاصة بعد تصريح الرئيس المصري وإعطائه مهلة لإثيوبيا حتى العاشر من رمضان للوصول إلى اتفاق ملزا مصر طوال السنوات الماضية كانت تعمل بالخيار التفاوضي وأعلنت هذا الأمر مرارا وتكرارا حتى أيضا عندما وصل الرئيس المصري إلى سودان الشهر الماضي وفي أعقاب هذا الأمر أعلن موافقة مصر على المقترح السوداني بالمصار الرباعي سواء بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في هذه الاجتماعات بصفتها ليس مراقب ولكن بصفتها محكم في هذه القضية حتى تتوصل الدول الثلاث للاتفاق بهذا الأمر ومع التصريحات الأخيرة للرئيس المصري يرى المراقبون أن مصر تعمل جاهدة في الملف التفاوضي حتى تصل إلى نقاط نهائية تلزم إثيوبيا قانونا بعملية الملء والتشغيل ما لم يكن هذا الأمر ربما سيكون لمصر كلمة أخرى لم تعلن عنها مصر حتى هذه الأثناء ولم تعلن عن تفاصيلها ولا يمكن الخوض في هذا الأمر خصا أن مصر لم تعلن عن تفاصيل ما ستقوم به خلال الفترات المقبلة في حال فشل المفاوضات للمرة المتكررة على التوالي خلال الفترات الماضية من القاهرة كنت معنا كريم الشيخ مراسلنا من هناك ومن الخرطوم عفراء فتح الرحمن مراسلاء الغد شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر